موسيقى 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 شر الباليات على الصح ما يضحي عندما شاهدت هناك إبداع حقيقة طبعا هذه البعض يعرفها هذه غنية كانت اشتهرت يسموها وين العرب وين وكانت غناتها احدى المغنيات في 1990 عندما كانت هناك الهجمة الغربية على العراق بعد ان غزل كويت وكانت هذه الغنية شهيرة جدا يعني وين العرب وين واشتهرت هذه الغنية مش عارف وش صار هذه المغنية فيما بعد سمعت انه ربما حدث لها عمل تغتيال او خطف او لان السعوديين كانوا كانوا جنوا منها يعني السعوديين والخالجيين اللي كانوا مع الغزو الامريكي ضد العراق كانوا طبعا كانت ازعجتهم بقوة هذا الموضب فهذا يجيبها بشكل فيه فن يعني فيه فن حقيقة لكنه فن مؤلم تعبيرا عن الاحداث شوف اليوم الاسعار البصل يفرض منطق واستقبال شهر رمضان 18 نلف تقريبا اورو للكيلو البصل في الجزائر كين جماعة لادياس هذوك المعروفين بلادياس وعقد مقبل تشغيل كون يشيري كيلو بصل هذا يكون دخل انتاوي لان البعض منهم دخل انتاوي الاخوان اللي عندهم امراض مزمنة وعندهم حتى بعض بعض عندهم ديزابيليتيز يعني يعطون ثلثالاف دينار يعني دخلوا في النهار هو ارطال بصل مغنية تونسية و ربما ليست هي التي ذكر بانها اختيلت في فترة لكن هذه اللغنية كانت شهيرة يعني في وقتها فهو جابها بطريقته وبطريقة فيها كثير من الضحك ولكن فيها كثير من البكاء ايضا ضحكك البكاء موسيقى